الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 من أهم الموضوعات اللي تم منقشتها خلال فعاليات منتدى شباب العالم ومن الأهداف دي الابتكار والبنية التحتية عشان كده بيساعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ محمد تيسير وهو المدير التنفيذي ومؤسس شريك في شركة Singularity Finance وهي شركة مصرية ناشئة بتعمل في مجال التكنولوجيا المالية وبتركز على الشمول المالي والتنمية المستدامة يشعدنا أن تكون معنا أستاذ محمد اليوم يشعدنا كمان أن ينضم إلينا الأستاذ روبرت ميلر وهو كبير مسؤولي التسويق في شركة Hyperloop وهي شركة أمريكية تقدم وسيلة نقل تكنولوجيا حديثة تسمى بالHarperloop يشعدنا أيضا أن تكون معنا أستاذ روبرت اليوم أنت تنتمي إلى شركة Hyperloop دعم أنا ممسؤول هنا عند التسويق في مصر بالطبع تكلمنا عن هذه الشركة أهمية وجود مثل هذه الشركة في مصر شكرا لإستضافتي إننا بالطبع نركز على موضوع الشمول المالي وكيف نحقق فعلا الشمول المالي أول شيء يبغى أن نقوم به من أجل هذا هو أن نطيح الفرصة الكاملة أمام الممسؤول لكافة الخدمات المالية هنا في مصر والارتقاء بكافة الخدمات المالية التي نقدمها في مصر ما الذي تريدين أن تعرفيه؟ أخبريني كيف لشركة تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركتكم أن تفيد المواطنين في مصر إننا بالطبع نحاول أن نسد كافة الاحتياجات من الخدمات المالية التي يحتاجها السوق المصري لدينا برنامج يسمى دبر هالي يعني دبر لأمور المالية هذا البرنامج يقدم أو يتيح الفرصة الكاملة أمام المواطنين المصريين للوصول لكافة الخدمات المالية للشركات والمواطنين مثلاً أحد المواطنين يريد أن يحصل على مواد قام أو يحصل على أي شيء وتمويل لشراء هذه المواد قام هذا شركتنا تقدم له مثل هذا التمويل وتتيح أمامه وتعرفه بالمورد لهذه المواد القام وكيفية تسوية الأمور المادية بينهما وكذلك المؤسسات متنهية الصغر وكيفية الوصول إليها وبالطبع أننا نقدم ونركز على حرية أن يستطيع كل مواطن بمفرده أن يحصل على الخدمات المالية التي يريدها سيد روبرت قبل أن ننتقل إلى شركاتكم لقد شاركتم مستر روبرت بالأمس في عدد في ابتكار ريادة الأعمال في الجلسة التي شاركتم فيها بالأمس ما رأيكم فيها؟ نعم لقد شاركتم بالأمس في جلسة ريادة الأعمال والابتكار في مجال ريادة الأعمال نعم بحثنا في جلسة الأمس كيفية مشاركة المواطنين في موضوع هام مثل ريادة الأعمال وتركزت بصفة الشركات المتخصصة في النقل تركزت على موضوع النقل لأن شركتي متخصصة في إحدى وسائل النقل المبتقرة وكان وظهر بيننا حوار بناء الغاية إن أحد أهداف ترمية المستدامة لألفين وعش لألفين وثلاثين هو ما تقوم بشركتكم بوسيلة شركتكم حيبرلوب إن شركتنا تقدم جيلاً جديداً من وسائل النقل حيبرلوب حيبرلوب هي وسيلة الانتقال حيبرلوب هو اسم الوسيلة الجديدة المبتكرة هي وسيلة تسير على الأرض وتستطيع أن توصل المواطن إلى وجهته في خمس دقائق إذا كانت قريبة وفي مدة زمانية لا تتجاوض خمساً وثلاثين دقيقة إذا كانت الوجهة بعيدة عن ذلك بالطبع إننا جميعاً سنجد أنفسنا نركب وسيلة الهايبرلوب هذه التي أتحدث إليك عنها بنهاية القرن بالطبع والجغرافية مصر وطرقها تعتبر مثالية لمثل هذه الوسيلة سيد محمد إن أحد أهدف التنمية المستدامة لعام 2030 هي الوسيل والانتقال واستخدام التكنولوجيا بصفة عامة كيف يمكنكم تنويل مثل هذه في المستقبل بالطبع إذن أتحدث إليكم من وقت نظر الأعمال نعم وبالطبع كما ترين فإن شركتي للشمول المالي مشتركة أيضاً مع الشركة زميلي روبرت في وسيلة هايبرلوب إذن شركتنا للخدمات المالية لا تقتصى على التروير لخدمات المالية فحسب بل أيضاً لموال المشروعات الأخرى مثل هايبرلوب وغيرها بالطبع إننا نموّل استيراد كافة أنواع التكنولوجيا التي من شأنها أن تطور أي شيء في مصر أو في غيرها من البلدان أنا أتحدث هنا عن الموقف في مصر نستورد أي أنواع من التكنولوجيا من شأنها أن تموّل مثل هذه وسائل الانتقال أو أي وسيلة أخرى من شأنها حقيق رفاهية بالنسبة إلي أقول فينتك هي كلمة سحرية فينتك فينتك هي كلمة سحرية مستقبة من التكنولوجيا هي فينتك هي تستند أساساً على التعليم التكنولوجي ونشر الوعي بأهمية نشر التكنولوجيا بين المواطنين والمبارات الخاصة بهذا نقد حدثنا بالأمس عن هايبرلوب سيد روبرت نعم تسأليني عن هايبرلوب وأين تم تطبيقها بالفعل قبل هذا بالطبع إن الجميع سيركبوا الهايبرلوب كما قلنا ولقد سئلت بالأبس هذا السؤال مراراً وتكراراً بعد هذه المحادثات وبعد هذا الحديث الذي تحدثنا به وبعد استقدام هذه التكنولوجيا إلى مصر فكان السؤال المنطقي كيف يمكنني إذن أن أستقلب هذه التكنولوجيا هايبرلوب هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه في الأيام المقبلة بالطبع تحدثنا عن الشمول المالي هل الشمول المالي لشركة الذي تختص به شركة زبيلك المصري نعم بالطبع إننا سنتواصل مع البنوك ونبحث وسائل التبويل المختلفة بالطبع سنتواصل ونرى كيف يتعامل الناس مع الشمول المالي هنا في مصر ولتمويل الشركات وكذلك الأعمال الغير المصرفية بالطبع كانت ردود أفعالهم وكانت ردود أفعالهم إيجابية للغاية نعم نعم هل يبدو لي سيد روبرت أنها المرة الأولى التي تزول فيها شرب الشيخ سيد روبرت كما يبدو لي نعم كيف ترى شرب الشيخ نعم أعتقد أن هذا الحدث مؤتمر الشباب في شرب الشيخ هو أحد أروع الأحداث والمؤتمرات التي شاركت فيها وبصفة خاصة في الجلسة الافتتاحية التي شهدت قيام الشباب المختلف في دول العالم بالرقص والغناء تحية لبلدانهم جميعا بالطبع كان أمرا ملهما للغاية ومثيرا للخيال بالطبع إننا سيد محمد ما الذي تود أن تضعه على طاولة البحث العام المقبل أعتقد أننا في العام المقبل سنأتي لنبين ونضع على الطاولة الأنجازات التي حققناها في هذا العام اعتبارا من الآن وحتى نفس الموعد العام المقبل فينتيك الذي تقوم بالقيم به إن فينتيك تقوم نأمل أن تتوسع شركة فينتيك في تمويل الكثير من التكنولوجيا المتقدمة وأن تعمل على الارتقاء بكثير من المشروعات الأخرى التي ننتوي القيام بها في مصر شكرا لكم أستاذ محمد شكرا لكم روبرت شرفتونا يعني مشاهدين كان معنا الأستاذ محمد تيسير وهو المدير التنفيذي ومؤسس شريك في شركة Singularity Finance وهي شركة مصرية نشاءة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتركز على الشمول المالي والتنمية المستدامة وكان معنا كمان الأستاذ روبرت ميلر وهو كبير مسؤولي التسويق في شركة Hyperloop وهي شركة أمريكية تقدم وسيلة نقل تكنولوجيا حديثة تسمى بالHyperloop اشتركوا في القناة